الخصية المعلقة في الأطفال بيتم تشخصها فور الولادة لا إما نجيبها ونحسها في كيس الخصيطين ويبقى الطفل طبيعي ما فيش مشكلة لا إما عندي احتمالين الاحتمال الأول إنها تكون خصية معلقة محسوسة في القناة الإيرابية بس علقت أثناء رحلتها في النزول إلى الخصيطين يعني حسسها عند حوالين العضو الزاكري حسسها بإيدي موجودة ودي ممكن أتابعها لغاية ثلاث شهور ممكن تنزل لوحديها ممكن يكون فيه مشكلة في الهرمونات فنعمل بعض التحاليل وندي علاج نساعد تكبيرها ونزولها وإذا ما نزلتش هتحتاج تدخل جراحي بداية من سن 4 و 6 شهور وغالبا بيكون معاها فتء ويحتاج إلى إصلاح جراحي الخصية المعلقة الغير محسوسة اللي هي مش موجودة في كيس الخصية وكمان مش موجودة في القناة الإيرابية فبرضو عندي احتمالين الاحتمال الأول يعني إنها موجودة داخل البطن فمحتاج إن أنا أنزلها إلى كيس الخصية سواء على مرحلة واحدة أو على مرحلتين هعرف منين إنها موجودة يا دكتور داخل البطن عن طريق حاجة واحدة فقط ما هيش سنار ما هيش رانين ما هيش مقطعية عن طريق منظار جراحي بعد عن كاميرا تدخل جوا البطن بنشوف بيها طريق الخصية من فوق لتحت لقناها نسلكها ونزلها إلى كيس الخصية سواء على مرحلة واحدة إذا بحبل المناء والتخزية الدموية طوال وينزلوا أو لو كانوا قصيرين بنسبتهم في أبعد مكان الناحية التانية عشان يزيد التخزية الدموية والطول وممكن أن نخلي فيه تخزية دموية أكتر ببعض الطرق الجراحية وبعد ست شهور ننزلها بقى إلى كيس الخصيطين الاختيار التاني عدم وجودها داخل البطن وده برضو مش هعرفه إلا إذا دخلت بالمنزار الجراحي داخل البطن وبصيت على مكان نزول الخصية ورحلتها الكاملة وما لقتهاش يبقى الخصية المعلقة لإما محسوسة في القناة الإرابية تحتاج إلى تدخل جراحي لإما مش محسوسة تحتاج إلى تدخل جراحي بالمنزار عشان ألاقيها أو ملاقيهاش لو لقتها نزلها على مرحلة أو مرحلتين